رايات ملونة وأرض شاهدة على زمن الخراب أليات وبجنزرات مقبلة وآلاف من البشر يفرون من الجحيم هنا في العراق ومن مدينة الموصل حيث انتهت العمليات العسكرية فيها لتبدأ صفحة جليلة من العذاب والمأساة بتوقيع ميليشيات الحج والقوة الحكومية اعتقالات وتعذيب وقتل بطرق وحشية وإرغام المعتقلين على التلفظ باعترافات وهمية تحت سخونة التعذيب فيضطر المعذب أن ينطق إنني من تنظيم الدولة ليرفع الصياطة عنه تلك صور من الموصل ما بعد تنظيم الدولة توثقها شبكة البي بي سي في وثائقي جليد لها حمل عنوان فتنة على ضفاف دجلة ليضاف ذلك إلى سجل العديد من التقارير التي تكلمت عن الانتهاكات الإنسانية بحق مدني الموصل ميليشيات الحج وفي الصدارة ميليشيا العصائب تأتي في مقدمة مرتكبي جرائم الحرب في الموصل بحسب شبكة البي بي سي التي واجهت زعيمها قيس الخزعلي بهذه الحقائق فحاول الرجل دفع الشبهة بما يؤكدها عن طريق رد هذه الانتهاكات إلى الخطأ والفردية والثار العشاري يعني الاتهامات وين موجودة ضمن صنف الرجال القاتلين عن الحمد السلاح هذا ممكن أن يكون داعشي ممكن لا ممكن خطأ ممكن لا ممكن دواحة ثارية ممكن لا ولم تتفرد ميليشيا الحج بالانتهاكات ضد مدني الموصل حيث قسمها الثعل ذاته أجهزة الاستخبارات الحكومية والتي اعتقلت العديد من شباب الموصل ومارست بحقهم فصولا من التعذيب شهلتها ووثقتها شبكة البي بي سي بذريعة اشتباههم بالانضمام لتنظيم الدولة دون وجود أدلة أو قراءن وثائقي البي بي سي يعيد إلى الأذهان تقارير صحيفة التايمز البريطانية التي تحدثت عن قيام ما تسمى بفرق الموت التابعة للحكومة بجرائم وثقتها منظمات أممية عدة أبرزها العفو الدولية وهيومن رايس ووتش انتهت معارك الموصل على مشاهد الخراب والدمار إلا أن مأساتها لم تنتهي بعد فما زالت روايات المدنيين عن عذاباتها تروى ويسمعها العالم بأسره